قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم قال إن 16% فقط من المرافق الصحية تعمل في السودان مضيفا أنه يتوقع المزيد من الوفيات في السودان في ظل نقص الخدمات يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الهلال الأحمر السوداني أن المستشفيات تعاني بسبب شح الوقود وأن الوضع أصبح كارثي وأضاف الهلال الأحمر السوداني أن الهدنة هشة وأن المسارات الأمنة غير واضحة ولا معلومة كما أشار إلى أن حركة النزوح من الخرطوم مستمرة وأن سلاسل الإنتاج متوقفة ونشهد الهلال الأحمر السوداني طرفي النزاع لالتزام بالقانون الإنساني الدولي